اليوم الدكتور عادل نظمي القطب استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد صباح الخير دكتور أهلا وسهلا صباح الخير أخ وهيب وأشكرك لإصطدافة نورتنا يا دكتور شكرا لك حرفنا في مشاغلك كثير اليوم لكن لأهمية الموضوع أكيد وبعد حديثي معك أمس يعني تفاصيل كثير عن موضوعنا اليوم اللي راح نتكلم فيه وللأسف في بعض المفاهيم الخاطئة كثيرة اللي ممكن يعني ممكن أنها تؤثر على جودة حياتنا بشكل غير مباشر لكن متى ما كان في الوعي والمعلومة الصحية أكيد نحن راح نقدر نطور أو نحسن من جودة حياتنا دكتور بداية سؤال العام والسؤال الأهم ما هو التهاب الكبد الفيروسي طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عشوالنبي المرسلين بداية طبعا التهاب الكبد الكبد هو أحد العضاء المهمة في الجسم يحصل هناك التهاب في نفس الكبد في عدة أجزاء منه أما الخلايا اللي تكون الكبد أو القناة المرارية أو بالنسبة للأوردة أو شرين لحولها بالنسبة للتهاب الكبد الفيروسي تحديدا طبعا هناك أسباب إما تكون فيروسية أو غير فيروسية متعددة بالنسبة للفيروسية منها هو زي الموضوع الفيروس فلو مثلا أو الزكمة اللي الإنسان يأخذها أحد الفيروسات مسألة وقتية يعني فيروس ويروح هذه في بعض الأنواع حقيقة لذلك مهم جدا نعرف بالنسبة للكبد تحديدا هناك عدة فيروسات معينة منها تقريبا على الأقل خمسة أنواع اللي ممكن تصيب الكبد الفيروس الكبدي ألف أو أي وعندك الفيروس الكبدي باء أو بي وسي اللي هو جيم وفيه الفيروس الكبدي دال وفيه إي مؤخرا فهذول الفيروسات هناك فيروسات أخرى قد تصيب الكبد لكن هذه اللي تمنى عندك منها ما يصيب الكبد ويروح بمعنى أن يكون التهاب حاد قد يمر مرور الكرام ولا يشعر المريض فيه ومنها ما يشعر المريض فيه دكسيكتور يعني ما في عراضية مثل حرارة مثل ألام مثل أي نعم في البعض هو يعتمد طبعا على درجة الالتهاب اللي تحصل ممكن يصاب المريض في الفيروس بدون ما يشعر قد تعرف الأعراض اللي هي بعض الإعياء بعض التعب الإجهاد الإرهاق قد يمر وإحنا نقول لي ممكن يكون طبيعي ربما يكون جاني فلو ولا زك ما إلى آخر ويكون هو أحد الفيروسات اللي قد تصيب الكبد تعدي وما يعرف عنها المريض منها ما يذهب ويصبح هناك مناعة للجسم ضد هذا الفيروس ومنها ما يبقى هذه الإشكالية عندما يبقى الفيروس لمدة مزمنة ويكون مؤثر على خلايا الكبد بشكل مستمر هنا يعني قد يعني يخلد الأمر إلى مضاعفات تظهر لاحقا فبالنسبة مثلا الفيروس الكبدي ألف بالمجمل هو يصيب الكبد بشكل حاد ويذهب ويصبح هناك مناعة الفيروسات الكبدية الباء أو البي مثلا الفيروس الكبدي بي يصيب الكبد قد يكون بشكل حاد بالذات إذا أصاب الكبد في الفترة البالغين أو يعني في سن البالغين أو الكبار بالنسبة للأطفال إذا أصيبوا في الفيروس هذا غالبا تقيبا 95% قد أنه يبقى معهم من بعد الولادة بشكل مزمن لذلك موضوع اللقاح وموضوع المضادات التي تعطى عند الولادة للأطفال بفضل الله عز وجل يعني حدت كثيرا من أنه يصبح المرض أو الاتهاب الفيروس الكبدي باء بشكل مزمن سيا وجيم يصبح هو مزمن دال يأتي مصاحب مع الباء مش في كل الأحوال بس يعني عادة نكسي شفوه إيه هذا مثل ألف يأتي بشكل حاد قد يصيب النساء الحوام الأكثر ربما طيب دكتور يعني أيهم اللي تشوف أنه أشد خطر على صحة الإنسان أو ممكن إذا في حال أهمال الإعلاج أو أهمال المسببات مثل هذه الفيروسات واستمرين على نمط حياة غير جيد اللي ممكن يؤدي إلى حياة الإنسان إلى خطر طبعا بالنسبة للفيروسات التي تأتي بشكل حاد إذا عدت بسلام ولم تؤثر على وظائف الكبد بشكل كبير لأنه في نسبة قليلة جدا من هذه الفيروسات الحادة زي الألف ممكن لا سمح الله وهذا نادرا ما يحصل أنه تؤدي إلى فشل في وظائف الكبد وبالتالي قد يحتاج الميض إلى زراعة الكبد في هذه الحالات هل تعتبر فيروسات دورية مثلا هل ممكن يصاب فيها الواحد مرة واحدة في حياتها أو مرتين ولا تصير بشكل مزمن أي تأثير بسيط ممكن يخلي هذا الفيروس أجلسنا نقول هذا الرجل أو هذا الشخص مصاب بالتاب الفيروسي من نوع A تمام الـ A مثلا والآلف هذا ممكن يصاب فيه الشخص ولا يصبح مزمن وبالتالي تصبح عنده لديه مناعة إذا عدت الفترة المحددة التي أصيب فيها يصبح بعد ذلك عنده مناعة وتظهر مضادات ونعرف أحنا من الفحوصات بأن هذا الشخص قد أصيب في الفيروس الكبدي آلف بالنسبة للفيروسات الأخرى مثلا الباء والجيم إذا الفيروس بقي فوق الست أشهر هذا يعتبر مزمن وبالتالي سيصبح يعني ما يصاب فيه مرة أخرى طبعا لا أريد أن ندخل بتفصيل بعض الجزئات أو الأنواع الكاتيجوريز التي تحت الفيروسات هذه مثلا الـ B في عدة سب كاتيجوريز هذه هل يصاب فيه ويكون عنده نوعين نفس الشيء بالنسبة للجيم بالنسبة لطريقة العدوى فهينها تصبح لكن إذا أصيب فيه وأصبح مزمن يبقى طرق دكتور إلى موضوع العدوى أكيد الموضوع العدوى هذا جدا كبير لأنه توقع ثلاثة أنواع فيه أكيد طرق كثيرة للعدوى وطرق خطيرة قد نقول أو تسبب خطر لبعض الناس التي تنتقل إليهم العدوى طرق العدوى لمثل هذا الفيروس هذا دكتور تمام وبالنسبة للفيروس الألف مثلا العدوى تأتي من ربما أكل أو ماء ملوث دائما هذه نشوفها عادة تنتقل إذا في المطاعم مثلا اللي ما يكون فيه عليها مثلا قابة معينة المياه الملوثة في بعض مناطق معينة من العالم في رياض الأطفال أحيانا لأنه ينتقل عن طريق التناول الفيروس أو يعني الطعام الملوث يعني كن من شخص وانتقل عن طريق إعداد طعام لناس مثلا أو شيء ذا نعم لأننا نودي صراحة فرق أو نوضح للمستمعين الفرق بين طرق الإصابة المباشرة وبين طرق العدوى كيف تكون تمام فهذه يكتسبها الإنسان عن طريق الفم يعني تناول طعام أو شراب ملوث طبعا الفيروسات هذه تفرز عن طريق إفرازات الجسم ومنها أكرمكم الله البول والبراز مثلا وبالتالي إذا النظافة العامة مرة مهمة فمثلا المريض لو فرضا أنه في مريض أصيب في ألف يجب أن يكون في فترة الحضانة خلينا نقول والتكاثر هذا الفيروس إلى أن يذهب أدراج الرياح فترة مثلا خلينا نقول ثلاثة أسابيع قد يصاب الإنسان في صفار أو يرقان في العيون وفي الجلد وبالتالي عندما يذهب هذا الشيء هنا يبدأ الفيروس في الوقت هذا مهم جدا أن يكون فيه يعني أغراض الشخص دورة المياه حقته تكون كل شيء خاص فيه تكون خاص فيه في هذا فترة لكي لا ينتقل عن طريق الملامسة والتناول وعدم غسل يديهم مثلا وتناول الطعام أو الشراب بيكون ملوث طيب دكتور هذا ما تحدثنا عن كل الأنواع الخمسة التي ذكرتها صحيح؟ هذا يندرج على الألف مثلا وعلى الإي بينما البي والسي لها طرق مختلفة منها طبعا الأبر الملوثة الدم عن طريق الجنس هذا الطرق التي تنتقل فيها النوعين هذه لذلك مهم جدا مراعاة لو يعني مثلا وفيه شخص خلنا نقول ليستخدم أبر لأخذ مثلا الإنسلين أو إنه أبر علاجية ما يكون في حوله ناس اللي ممكن يشك نفسه في إبرة مثلا ملوثة بالدم هذه الفيطة أو أنطرق طبيب الأسناء برضو ممكن دكتور طبعا طبيب الأسناء لا شك لكنها يستخدم أبر شفرات الحلاقة في محلات الحلاقة مثلا مشاركة فيها أصاصات الأظافر أي شيء دم ممكن يكون فيه الفيروسات بالذات البي من الأم إلى الطفل أثناء الولادة وارد أنه يحصل هناك انتقال لذلك مهم جدا الأم اللي يكون عندها طبعا في حاجة يعني عامة نحن نستخدمها هنا عندنا في البلد أو بروتوكول معين للمولودين الجدد يعطوا الفاكسينات الخاصة بالهيبتاس بي كأمر إلزامي بدون سواء الأم عندها الفيروس أم لا إذا كان عند الفيروس يعطى مصل إضافي هذا الطفل في مثل هذه الحالات للحد بشكل كبير بإذن الله من الانتقال للطفل واضح دكتور دكتور إذا ما تحدثنا عن التشخيص هل من التشخيص المبدأ نقدر نحدد نوع الفيروس هذا من أحد الأنواع الخمسة وهل الهدف من معرفة نوع الفيروس هو أكيد طريقة مختلفة على العلاج من نوع الآخر طبعا لا شك هو بالنسبة للتشخيص طبعا نحن الميضة إذا حصل عنده الأعراض اللي منها الأعياء القي قد يكون الغثيان إجهاد في الجسم تغير لون لكن كل بول بشكل داكن اليرقان وصفر بالعينين هذه دائما توحي بأن هناك مشكلة في الكبد الخمول والتعب دكتور برد هذه واحدة من الأشك واحدة من الأعراض فلذلك عندما تحصل هذه الأعراض عادة أن المريض يذهب للفحص الكشف عن هذه الفيروسات بفحص دم يرسل ويحدد فيه المضادات المعينة للفيروس الفلاني مثلا وعادة ما نرسلها في الحالات هذه وتظهر طبعا نتائج بفحص الدم هنا يأتي موضوع التشخيص أنه حصل هناك طبعا وظائف الكبد تفحص في ذاك الوقت سيولة الدم الصفار في الدم أحيانا نعمد إلى عمل أشعة صوتية وسونار للبطن للتأكد منه ليس هناك أسباب أخرى غير موضوع الفيروسات الكبدية ممتاز واضح مستمعينا 0115 1-21-31-30 أكيد التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وكيد دكتور رح يجاوبكم حول هذا الموضوع فاصل قصير مستمعينا يعني الالتهاب قاعدين نتحدث عنه الالتهاب الكبد الفيروسي هل هو فقط يستهدف الكبد فقط ولا ممكن يكون فيه أعضاء ثانية في جسم الإنسان ممكن تتأثر من هذا الالتهاب في حال تدهور حالة المريض تمام هو طبعا الالتهاب الفيروسي يصيب الكبد في بداية قد تتأثر بعض الأعضاء الأخرى مثل الكلا في بعض الفيروسات الكبدية لها علاقة ببعض أمراض يعني نربطها في بعض أمراض لها علاقة بالكلا مثلا ويحصل هنا القصور طبعا إحنا نتكلم عن التهاب بحت يعني بدون ما نتكلم عن المضاعفات بمعنى لو حصل هناك مضاعفات لدرجة أنه أهمل الفيروس لسنوات عدة وبعدها حصل أنه فيه تليف في الكبد هنا تبدأ النقطة بأنه فيه مضاعفات تبدأ تحصل يصير فيه صلابة في الكبد يزيد الضغط في الأحشاء في الأوردة يصير فيه تضخم في الطحال تبدأ الكلا تعاني القلب قد يعاني عضرة القلب يصير فيها هذه القصور كل هذه الأمور كذلك الدماغ طبعا الغيبوبات الكبدية اللي ندخل فيها السهولة الدم نقص الدم نقص الصفائح كل هذه تعتبر من الأعضاء المصاحبة إن حصل هناك مضاعفات لا سمح الله دارج كثير عند الناس دكتور أنه فيه نوع من الكبد يعني الحديث العام من الناس الغير متخصصين في هذا الموضوع أنه شخص مصاب أو فلان مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي طيب من أي نوع؟ يقول لكم من نوع A؟ لا يكون نوع A إن شاء الله أنه سهل بسيط نوع B أو نوع C أو أي نوع يقول لك هذا جداً قطير هذا ممكن يؤدي إلى الوفاة وهذا اللي دارج عند كثير من الناس دكتور هو طبعاً لا شك هذا الكلام كان يعني في السابق موجود أياً كان نوع الفيروس بالذات المزمن إذا لم يعني نأخذ الإجراء المناسب بإنه نحد من نشاط الفيروس هذا وتأثيره على الكبد مبكراً قد يصبح خطير لا شك ولكن بفضل الله عز وجل عندك الفيروس الكبدي مثلاً جيم أو سي زمان كان يقول لك ما في علاج له أو نسبة الشفاء منه جداً ضئيلة بالإبر الإنترفيرون سابقاً الآن من عام تقريباً 2014 في حبوب تأخذ لمدة شهرين إلى ثلاثة بنسبة كبيرة فوق 98% تقضي على الفيروس هذا فإذن أصبح من يعني لزاماً أنه نعالج كل مريض عنده الفيروس هذا ما ننتظر إلى أنه يجهز على الكبد وبالتالي ما يصبح خطير في هذه الحالة بإذن الله الفيروس الكبد باء يعني زمان لما المريض الذي عنده الفيروس الكبد باء يقول لك هذا ما نقرب عليه ما نسوي له أي زراعة لا الآن مع الأدوية التي تثبت الفيروس لدرجة أنه يصبح غير مقاس هذه الأدوية فعالة جداً إحنا طبعاً نمايز بين بعض الحالات بأنه متى نبدأ العلاج كثير من الناس يعني يحاول أنه يذهب إلى طرق متعددة خليني أستخدم كذا أعشاب معينة أسول أفعل طرق قديراً لا هو إذا كان يحتاج بالمعايير العالمية أنه يجب أن نبدأ على العلاج بحيث أنه ينثبت الفيروس بدرجة كبيرة بحيث أنه ما يأثر على الكبد في المستقبل أنا أعتقد أنه مهم جداً وبفضل الله توفر العلاج موجود عندنا في المملكة إلى أن يظهر علاج مثل الفيروس C يعني يخلصنا من الفيروس البي هذا لكن إلى أن يأتي هذا الوقت مهم جداً إذا كان الميض يحتاج علاج أنه نعمل كنترول على الفيروس هذا ويصبح كأنه غير موجود يعني في الدم فهذا مرة مهمة الكل سبتها طرق الكاشف دكتور عن طريق الدمي نوع الفيروس طبعاً نعم طيب دكتور هل ممكن أن نوع الفيروس يكون من أنواع البسيطة ماليش أنا بأصنفها لأنه في بعضها بسيطة في أعراضها وبسيطة في طرق علاجها وفي أنواع نقول أنها معقدة شوية وتحتاج جهد في العلاج و جهد في التشخيص هل ممكن أن نوع من أنواع البسيطة هذا يتحول إلى نوع من أنواع الأخرى؟ طبعاً يعني التهاب فيروسي A ممكن يتحول إلى B أو C لا هو ما يتحول لأن كل واحد له خصائص معينة طرق اكتساب معينة بس تقول لي مثلاً A ممكن يجي بشكل حاد ودرجة شديدة لدرجة أنه يؤثر على الكبد ويحتاج المريض لزراعة الكبد هذا نسبة مرة ضئيلة هذا وارد الآن بالنسبة لB يأتي بسيط تمام؟ لكن إذا أهمل ولم تأخذ الإجرات سيصبح نفس الشيء بالنسبة لC أو G فمهم جداً عندما تظهر هناك أعراض أو أنه في حصات حتى بدون أعراض ممكن الكشف عن هذه الفيروسات ذكرت بعض الالتهابات تصاب فيها المرأة الحاملة وشالها سباب دكتور؟ طبعاً زي ما قلنا طرق العدوة واحدة يعني بس فقط عدوة نفس الشيء لكن هي الفكرة بأنه بعض الفيروسات وجدت زي الإي وكتشف بأنه تصاب فيه المرأة الحاملة أكثر نسبة تانية إصابة أي لكن الآن بدأ المعنى هذه في البدايات كانت والآن لا ممكن أي شخص يصاب فيه ممتاز تسمح للدكتور بس أبي أطلع فاصل مستمعنا 011512130 فاصل أكيد ومستكملين حديثنا اش مجهزة لجمعتنا بكرة؟ حيكون طبق جديد ومختلف اش رأيك يكون بنكهة إيطالية؟ مكرونة برفتو بأصنافها الكثيرة وطعمها اللذيذ حقدمها لكم بكل حب فعلاً طعمها رهيب وتبيض الوجه وليش مسترنا بكرة؟ الليلة عشانا من برفتو ألا باستا مكرونة برفتو الأطيب دائماً صناعة سعودية جدد حياة ما هو ها هي بالدخيل يا هلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين أكيد في جدد حياتك وحديثنا اليوم عن التهاب الكبد الفيروسي لكن مستمعين اسمحوا لي بس في حاجة بسيطة أحب أني أنوى عنها هو تنبيه للمصحصحين جاء وقت النوم أكيد في فعالية اسمها فعالية أصحى جاء وقت النوم في إيكيا فرع الثمامة في أرياض بتاريخ سبعة سبتمبر الساعة سبعة مساء أكيد تقدرون تكتشفون سر ليالي النجوم المريحة مستمعين استمتعوا طبعاً بيوم مليء بالمحاضرات المفيدة والأنشطة الممتعة التي تقدمها إيكيا مع فرصة للفوز بقسيمة شرائية 500 ريال سعودي وقتشفوا كيف يمكنكم تحسين نومكم لحياة أفضل وكونوا جزء من هذا اليوم المميز تاريخ سبعة سبتمبر الساعة سبعة مساء في إيكيا في أرياض في الثمامة أكيد نفس كثير تشتكي من النوم وتشتكي من مشاكل في النوم أكيد مثل هذه الفعاليات راح تساعدكم كثير في حصول على جودة نوم أحسن وبرضه بمكانكم أنكم تفوزوا بقسيمة من إيكيا من يحصل يعني قسيمة شرائية 500 ريال من إيكيا صراحة جدا جميل نستكمل حديثنا أكيد مستمعينا ومشاهدينا اليوم حديثنا عن التهاب الكبد الفيروسي دكتور سؤال جدا مهم جاني مرتين صراحة هنا أن في بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الفيروسي بي أو التهاب الكبد الفيروسي باء في حال كشف الزواج إذا اكتشفنا أحد الطرفين مصاب بهذا الفيروس أن ينصح بعدم الزواج أو يمنع الزواج وصار فيه لغة حول هذا الموضوع ناخذ معلومة دقيقة من دكتور شور هذه النقطة مرة مهمة أخوهي يعني حقيقة المملكة لها السبق في أنه للكشف عن هذه الفيروسات بالذات تحديدا كان البي والسي أو الباء والجيم هو إدراج هذه الفحوصات ضمن فحص ما قبل الزواج طبعا فحص ما قبل الزواج الهدف كان الأساس منه فحص ما قبل الزواج موجود فيه التهاب الفيروس نعم 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 وكان طبعا للأمراض الوراثية والجينية اللي قد تحول عن إتمام عملية الزواج لأنه حيكون فيها ضرار وفيها أطفال يكون عندهم مشاكل جينية إلى آخرين هذه تختلف ترى بالمناسبة عن موضوع الفيروسات الكبدية الفيروسات الكبدية مثلها مثل أي أمراض معدية أخرى ليست بالضرورة لكن إدراجها في فحص ما قبل الزواج هو بالعكس لأخذ الوقاية المناسبة لأي من الطرفين بالإضافة إلى أنه هي أحد البوابات اللي ممكن إحنا نعرف مدى حجم المشكلة عندنا في البلد فهذا عندما يظهر لأحد الطرفين أنه عنده الفيروس إيجابي الفحص هنا يحتاج أن شخص المصاب يكون الآن أوير وعارف أنه عنده الفيروس اثنين يأخذ الخطوات اللازمة من ناحية الحصات لمعرفة مدى تأثر الكبد في هذا الموضوع وأخذ العلاجات المناسبة إذا احتاج الأمر الطرف الثاني يأخذ الوقاية بالذات في البي يأخذ الوقاية من ناحية اللقاحات اللي يحتاجها واستخدام وقاية بحيث أنه تحد من الانتقال للفيروس فربما يكون الطرف المصاب نسبة الفيروس عنده متدنية طبعا لا تحول دون أنه الانتقال حتى وإن كانت متدنية لكن أخذه للعلاج وتثبيط الفيروس بدرجة غير مقاسة جدا تصبح عملية الانتقال بين الطرفين متدنية وبالتالي إصابة أحد الطرفين دعنا أقول لك أنا بكل أمانة عندنا إحنا في كثير من الناس ربما ما يدري أنه عنده الفيروس سواء الرجل أو المرأة فهي يعني بالنسبة ربما يكون للإثنين عندهم لذلك ليس بالضرورة عمل فحص الزواج بالنسبة للفيروسات هذه تمنع إتمام الزواج هي وعي للطرفين بأنه إيش الإجراء المناسب نأخذه للجهتين سواء الرجل أو المرأة وميبدأ خطوات العلاج دكتور يعني إن نحتاج العلاج يأخذ العلاج أما الطرف الآخر يأخذ الوقاية هو الفاكسينز واللقاحات المناسبة لتحفز المناعة عنده بحيث أنه يقلل عملية الانتقال بين الطرفين ممتاز دكتور إذا ما تحدثنا عن التجمعات الكبيرة أو المجتمعات اللي يكون فيها عدات كبيرة مثل المدارس والجامعات مناطق العمل أيضا في فترات الحج يعني يكثر التعامل مع الناس بشكل مباشر وغير مباشر وهذا أكيد يعطي مجال ممكن انتقال العدوى وش الاحتياطات اللي ممكن واحد يعني يتبعها لأنه يعني تلافى بثل هذه الأمور وانتشارها طبعا إذا نتكلم عن الفيروسات الكبدية تحديدا طبعا عملية الانتقال زي ما ذكرنا معروفة فليست بالملامسة أو بالمصافحة مثلا أو مثلا عن طريق الرذاذ أو مثلا النفس ليست مثل الفيروسات الأخرى بالنسبة للفيروسات الرئوية مثلا يعني مثل الفيروس ألا ألا في الوانزا أو كوفيد صحيح زي ما قلنا لكن إحنا إيش ننصحنا بحالات زي هذه طبعا زي ما ذكرت وتفضلت في موضوع الحج مثلا موضوع شفرات الحلاقة نظافة المكان واستخدامها تعرف تكثر عملية عند التحلل من الإحرام يصير فيه ربما تكون الأماكن أو أشخاص غير مرخصين يصير فيه هذا مهم جدا ينتبه له الأمر الثاني الأكل من المطاعم بشكل غير عشوائي ربما بالنسبة للفيروس الكبدية ألف مثلا تحديدا فهذه الأمور يجب مراعاتها والانتباه عليها ممتاز دكتور في البعض نشوف يعني بعض الدول تصاب بشكل أو دول المجاورة تصاب بشكل كبير لدرجة تنسير عندهم أزمة صحية بإنتشار الفيروس هذا والحمد لله تكون مملكة العربية السعودية كثير من الدول المجاورة تصاب بهذا شيء لكن يعني ما تنتشر العدو نحن عندنا في المملكة العربية السعودية الجهود التي تقوم فيها وزارة الصحة دكتور في هذا المجاورة طبعا لا شك نحن مرة مهم موضوع الأجراءات الوقائية التي تكون فيها وزارة الصحة وتوعية الناس عندنا طبعا يمكن قبل فترة ربما الأخوة المستمعين المستمعات سمعوا باليوم العالمي للاتهابات الكبد الوبائية سواء بي أو جين هذه الأيام يكون فيها توعية كثير يكون فيها توعية على مدار الأسبوع مثلا في عدة مناطق الوزارة تحفزها المستشفيات تقوم بتوعية الناس بهذا الشأن هذا أمر الأمر الثاني حقيقة مهم جدا عملية يعني بعض الناس يجييني في العيادة يقول لك أنا طيب أنا إيش المفروض أني أنا أسوي أنا طلع عندي الفيروس الكبدي ما قد تعاملت في إبر ملوثة ما قد رح طبيعة سنان طبعا ما عنوى حطنا خطين تحت موضوع طبيعة سنان ما هو بالضرورة أنه تستخدم من آن أبر تستخدم لمرة واحدة فهذه تعتبر أقل إمكانية للعدوى لكن تلقى مثلا الشخص ربما أو أفراد عائلة واحدة أخذوا الإصابة من الأم أثناء الولادة فعندي أكثر من مريض يكون فيه عندهم وعي كامل بحيث أنه طبعا يعني من الصعب على الإنسان أنه يقول الأخوان وأخواته أنه ترى والله عندي الفيروس كل واحد منكم يشيك يمكن يكون عنده ما يدري فمهم جدا مستوى الوعي لذلك يتقل عملية الانتشار للفيروسات هذه بإذن الله ممتاز نحن مستمرين معكم مستمعين ومشاهدين أكيد فاصل لثواني ونرجع نستكمل ما تبقى من برنامجنا اليوم مستمرين معكم مستمعين ومشاهدين موضوعنا اليوم التحاب الكبد الفيروسي وبطيافة الدكتور عادل نظمي القطب استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد دكتور يعني في كثير من المشاكل الصحية وكثير من الأمراض الكشف عنها أو التحاليل تكون جدا بسيطة وسهلة ويبان إذا كانت إيجابية أو سلبية وأكيد مع تطور الطب يعني نذكر الكوفيد في بداية كان كشف عليه يكون جدا صعب ومكلف الآن صار في ثواني الواحد ممكن يكتشف هذا الفيروس هل الأنواع الكبد هذه الكشف عنها يكون سهل وغير مكلف؟ نعم هو طبعا زي ما ذكرت في البدايات أول شيء في فحوصات أولية يتم الكشف إذا أنه وجد الفيروس كفحص مبدئي هنا نبحث في باقي التحاليل الملازمة لهذا الفحص بمعنى يعني خلنا أعطي لك مثال الفيروس الكبدي مثلا با هو يتكون من عدة جزيئات فإحنا ما نطلب كل الفحوصات نطلب فحص مبدئي إذا طلع إيجابي نطلب الفحوصات الباقية بما فيها نسبة الفيروس هي نتيجة طبعا لما تجي نسبة الفيروس يعتمد على المختبر أحيانا تكون شوية طبعا مكلفة لأنه تحاليل ما يساونا بشكل دوري أداء قوة ومتخصصة وممكن يأخذ الفحص مدة أسبوع عشر أيام على ما تطرع النتيجة الآن لو جينا إحنا للفحوصات المبدئة اللي إحنا يساونا في الأيام التوعوية فيه يكون في كت كده صغير ويساوونه زي فحص كيف إبرة النغزة البسيطة هذه تكون مبدئية ودقتها يعني معقولة لحد ما بس هذه تكون لمجموعات كبيرة هذه يتم الفحص عنها طيب دكتور فيه البعض اللي بعد ما يتعافى من الالتهاب الفيروسي ويعمل كشف يلقى أنه لسه الفيروس موجود أو دكتور قال لها أنك أنت تشافيت لكن لسه موجود نعم هذه كثيرة أنا شوف بالذات في الفيروس الكبدي جيم بعد ما يأخذ المريض العلاج الفيروس المنشيك عليه ما يكون موجود راح الفيروس ولكن المضادات العلامة زي ما نقول نحن سميها الجرح موجود يبقى لسين ليس بالضرورة أن المريض باقي عنده الفيروس فكثير من الناس بعد سنوات كذا يتلقى يسوي فحص المبدئ اللي إحنا تكلمنا عنه يلقى إيجابي يقول لك أنت عندك الفيروس لا هو مو بضرورة يكون عندك الفيروس لازم يسوي الفحص المتخصص ويبحث عن نسبة الفيروس إذا فعلا موجودة ولا لا الأمور الثانية بالنسبة للفحص الكبدي مثلا با زي ما ذكرت لك في عدة جزيئات يقول لك أنت عندك الفيروس لا هو ما عندك الفيروس عندك علامة إصابتك في الفيروس ويقول الفيروس راح وصار عندك مضادات مقاومة للفيروس هذا فيعتمد على مين اللي يفسر إيش نوعية الفحص وإيش هو بالضرورة مش كل فحص معناها أنا عندي الفيروس دكتور إحنا تقريبا شارفنا على انتهاء حلقتنا لليوم أبغى أخذ منك نصائح تقدمها للناس عشان يحتاطوا من مثل هذه الأمور يعني أنا ما بيأضطر أني أوصل لمرحلة أني أعمل الفحوصات وأدقك ولا أني أشوف هذا خطير وهذا غير خطير أو أني أخذ الحيطة في حياتي بشكل جدا لزامي ممل يكون على الشخص أكيد في بعض الأمور الوقائية البسيطة اللي ممكن تخلينا نرتاح من مثل هذه الأمور طبعا بالدرجة الأولى مهم جدا أنه موضوع العدوى نكون عارفين طرق الوقائية من هذه الفيروسات هذا واحد اثنين ليس بالضرورة أنتظرنا إلى ما تجيني أعراض لأنه بعض زي ما قلت لك نسميها فيروسات صامتة بعضها فلو فحص واحد مبدئي ممكن الإنسان إذا أصبح واعي سويك تشك إذا عنده أو ما عنده الفيروس لأنه الحمد لله العلاجات موجودة بالنسبة للنوعين مثلا البيو السي اللي هي ممكن تصير مزمنة فما يمنع أنه إحنا أنشيك ولو لمرة واحدة في غياب طرق الانتقال يعني في بعض الناس يشيك يقول لك أنا عندي مثلا سلبي الفيروس ولكن عنده بعض الممارسات الخاطئة اللي ممكن قد تفضل أنه يكتسبها بعد ما سوى الفحص وبالتالي مهم جدا أنه يفحص ب لو لمرة واحدة عندي أو ما عندي الفيروس ومنها ينطلق إذا كان حصل أنه في أي فيروسات بدون طبعا ما يدخل في حالة بانيك أو قلاق وكذا أكيد دكتور يعني مع تطور العلم وتطور الطب والطرق الوقائية وطرق كشف عن مثل هذه المشائك الأكيد الواحدة إن شاء الله أنه ينعم بصحة جيدة وما يشيل هم أو يخاف من مثل هذه الأعراض وهذه الأمور الدكتور عادل نظمي القطب الاستشارية الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد شكرا لك شكرا لحضورك دائما حضورك مميز ودائما نستفيد من 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 أرائك ومن الحديث الذي دائما نتناوله معك شكرا لك شكرا لك شكرا لك